اشتركوا في القناة صحة وسعادة اجازات المدارس حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء طبعا مثل ما أنتم تعودين مستمعين البرنامج هو عبارة عن نافذة مفتوحة عدتها لكم هيئة الصحة بدبي الاستقبال استفساراتكم ملاحظاتكم مشاركاتكم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام وفي الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بشكل خاص فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي تحمل عنوان مهم جدا آثرنا أن نطرح في هذا اليوم وهو الصحة المدرسية طبعا قبل أن نتطرق لهذا الموضوع وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع الشيق واللي من استقبل فيه إن شاء الله اتصالاتكم استفساراتكم ملاحظاتكم على الأرقام التالية 6-0-0-5-5-1-4-1-4 للمشاركة عبر الهاتف وأيضا عبر الرسائل النصية على الرقم 4-0-6 4-0-7 7 ولا 6 6 4-0-6 بعدها اللياقة عيسى ما تذكر الأرقام زي ايه بعدين ميتة دخلت علينا خلتنا نرتبك زي ميتة شحالت نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وجميل نأخذكم في جولة خاصة بأهم يعني بعض الأخبار اللي اخترناها لكم يقول في خبر يعني لا يزال نقص فيتامين دال المعروف باسم فيتامين الشمس المشرقة منتشرا على نطاق واسع حيث تشير البيانات العالمية لأن أكثر من 65% من سكان العالم يعانون من نقص هذا الفيتامين في الوقت نفسه يعني يظل فيتامين دال فريد من نوعه حيث أنه بخلاف وجوده في الكثير من الأطعمة يمكن حصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس عوامل الخطر من نقص فيتامين دال أكثر تعقيدا لأن أعراض هذا المرض الصامت تظهر عادة دون أن يلاحظها أحد لسنوات مثل التعف فقدان الشعر تقشير الأظافر ووجع في الرأس الطفح الجلدي يعني هناك الكثير من الأعراض يمكن نحن من البلدان اللي عندنا المصدر الرئيسي لهذا الفيتامين لكن معظمنا يعاني من نقص فيتامين دال فننصحكم يعني في هذا الصيف بأن الواحد يحاول قدر المكان أن يتعرض لأشعة الشمس المفيدة اللي ممكن تعطي الحصة الغذائية من فيتامين دال وأيضا يعني إذا كان تحت الشمس يحاول أنه يستخدم الواقي مع عامل حماية من الشمس يعني درجة اللي ينصحون فيها الدكاتر ما بين 30% 95% حتى فبهذا الشكل الواحد ممكن يحصل على فيتامين دال ويحصل أيضا على الأشياء اللي ممكن تحميه من أشعة الشمس في خبر آخر توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين حملت بهم أمهاتهم في فصل الشتاء قد يواجهون خطرا أكبر للإصابة بمشاكل التعلم ويبدو أن تعرض الأم للشمس يلعب دورا كبيرا في ذلك يقول الباحثون بأن تعرض لأشعة الشمس يحرض الجسم على إنتاج الفيتامين دال الضروري لتطور دماغ الطفل كما قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 800 ألف طفل في سكوتلندا كانت قد حملت بهم أمهاتهم في الفترة بين شهرين يناير ومارس ووجدوا بأن حوالي 9% من هؤلاء الأطفال عانوا لاحقا من صعوبات في التعلم في حين انخفضت النسبة إلى 7% عند الأطفال الذين حملت بهم أمهاتهم في الفترة بين شهري يوليو وسبتمر يقول الباحثون أن الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل تعد هامة جدا لتطور الدماغ وكانت دراسات سابقة قد أظهرت بأن انخفاض مسويات فيتامين دال لدى الأم الحامل قد يؤثر سلبا في تطور دماغ الجنين من قبل أكمل الخبر أنت تعال أصوات متعودين عليها من الرمضان تعرفون من ويايه بأقولكم عقب الفاصل عموما يقول معدو الدراسة بأن الشمس قلة ما تظهر في سماء بريطانيا في الفترة بين شهري يناير ومارس من السنة وبالتالي فإن أجسام الأمهات لا تنتج كميات كافية من الفيتامين دال وقد تم نشر هذه الدراسة في 23 مشارة غصص الحالي في المجلة الأمريكية لعلم الوبائيات وتشير المعدل المساعدة للدراسة جيل بيل مديرة معهد الصحة الجسدي والنفسية التابعة لجامعة غلاسكو البريطانية إلى أن الأطفال الذين شملتهم الدراسة كانوا قد ولدوا قبل عام 2012 أي قبل صدور التعليمات الإرشادية التي توصل أم الحامل بتناول مكملات الفيتامين دال وقالت أنه من الضروري أن تلتزم الأم الحامل بتناول مكملات الفيتامين دال في وقت باكر من الحمل والأفضل أن تبدأ بتناولها قبل الحمل طالما أنها تخطط لذلك هذا عند اللجانب يخططون نحن ما نخطط كيفكم لا طبعا يعني اليوم أنا أثرت أني أخذ خبرين عن الفيتامين دال لأهمية هذا الموضوع طبعا في دراسة حديثة تقول أن الأصدقاء عنصر مهم في استراتيجية تخفيف الوزن ها الدراسة حديثة توصلت إلى أن اتخاذ أصدقاء نحيفين قد يساعد الأشخاص الأكثر وزنا على خسارة بعض الوزن وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 9300 أمريكي تراوح تعمارهم بين 18 إلى 65 ووجدوا أن فرص الأشخاص البدينين لإنقاص أوزانهم قد كانت أقل عندما اقتصرت شبكتهم الاجتماعية على أشخاص بدينين مثلهم فعلى الرغم من أن مرافقة الأصدقاء المماثلين في الوزن قد تمنح الشخص شعورا أكبر بالارتياح إلا أن ذلك يضيع الفرصة على الشخص اللي حاب أن يخسر بعض الوزن يؤكد البحثون لأن نتاج هذه الدراسة لا تعني بأنه ينبغي هجر الأصدقاء البدينين عند الرغبة بتخفيف الوزن وإنما توسية شبكة الأصدقاء لتشمل أصدقاء نحيفين والله يا جمهة الخير أنا مع هذه الدراسة في شكل كبير يعني الواحد إذا يمشي ويناس يعني يحبون الأكل نفسه تنفتح صراحة وإذا يمشي ويناس يعني طبعا إذا هم رياضيين جدول صحي جدول غذائي صحي فبتحصلهم لا هم تلقائيا بيبتدون يخففون وزنهم بيحاولون قدر الإمكان أن يهتمون بهذه مثل مثل بعدنا على الفاصل يا مهود باجي دقيقة نزي نزي ف يعني مثل نسيتني شو بغيت أقول عموما مثل السالف اللي يبغي يودر التدخين أنزين إذا بيقعد مع شلة يدخنون وهو قرر أن يترك التدخين ممكن احتمال كبير أنه يرجع لأنه سلوكيات معدية وعلى هذا الطار على طار السلوكيات المعدية حتى سبحان الله الطاقة الإيجابية عند الإنسان دائما تعدي فتعدي تخلي المكان كلا إيجابي واللي عنده طاقة سلبية بعد يعدي الناس اللي حوالي فبيصير المكان كلا سلبي فالأمور يعني السلوكيات هذه الواحد ممكن يتبعها وفي محفزات لها فالله يخليكم اللي عنده ربع امتان وهو ضعيف يستمروا ياهم يقوي علاقته فيهم والامتان اللي عندهم ربع ضعاف بعد نفس الشي لكن الامتان هي الامتان والاضعاف هي الاضعاف ما نبه يعني انتشروا حبوا بعض هنطلع فاصل وما نرجع ما نتكلم عن الصحة المدرسية وسمعت الأصوات واللي تضحك في الستوديو فأنتوا عرفتم منه معانا معانا الدكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية كحت وضربت المايك وسوت كل شي حاولت أكون عائلة حاولت كتير أكون عائلة علشان يعني يكون التعريف هيك يعني متغير لكن برع بتم برع مقاسسة رفع دي فوق حيط لين تقول صمحت الله مالخير صباح الورد صباح مدير إدارة التغذية العلاجية من زمان ما قاعد تقنالك وإيضا نرحب كذلك بالدكتورة عايشة أحمد الديبة خصائية طب المجتمع والصحة العامة بشعبة الصحة المدرسية في هيئة الصحة في دبي أي شاء الله معانا دكتورة هذه أول استضافة لنا لتدكتورة وإن شاء الله المستمعين بيستفيدون ويسبر جبعينا فلازم نطلع فاصل فاصل مستمعين وما نتكلم عن الصحة المدرسية اللي عندها أي استفسار ولا أي تواصل أو أي ملاحظة ممكن أن يتصل على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعلى أرقام أربعة صفر صفر ستة ونطلع فاصل صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة موضوعنا موضوع حلقتنا اليوم الصحة المدرسية والعودة إلى المدرسة وأهم المواضيع اللي ممكن نتطرق لها في هذا المجال اللي حاب يشارك معانا على الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد الرسائل النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة معانا في الستوديو الدكتورة عايشة أحمد الديب خصائية طب المجتمع والصحة العامة بشعبة الصحة المدرسية في هيئة الصحة بدبي وأيضا دكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي حياكم الله معانا الله يحيا ومتشرفين بوجودكم موضوعنا اليوم كنا عن الصحة المدرسية لكن دكتور أنت قلتي عندك تعليق سريع على فيتامين دارة تفضلي بما أنه إحنا بلد الشمس الله يحفظ بلادنا إلا أني أنا بحب أأكد أنه إذا التعرض للشمس يجب أن يكون بدون الواقي الشمس ونحط الواقي بعد التعرض للكمية الكافية حتى لا نصاب زي ما تفضلت محمود بداربة الشمس الكمية الكافية لازم يتعرض الجسم أربعين في المية كيف الطفل الرايح على الكيجي بيكون لابس أربعين في المية من الجسم معرض للشمس الوجه والكف الإيد كامل لعند الكوع والرجلين لعند الركب ومع التغذية المناسب اللي هي تكون ودائما إحنا الآن آخر ما توصل إلي العلم دعم فيتامين دال يكون عن طريق الكالسيوم الطبيعي اللي بيجي من الألبان والأجبان يعني نتأكد أن الطفل أخذ صندوشة جبنة لأم أخذت حليب لبن روب وأي شيء فيه كالسيوم عالي حتى يصير امتصاز فيتامين دال أعلى هذا اللي أنا بدأ أقول حتى نستفيد من شمس بلادنا يعني يفضل هيك واسمح لي محمود أهني المرأة الإماراتية على يوم المرأة الإماراتية أمس كل سنة وأنتوا طيبين ويا ربي دائما بناتنا وأمهاتنا وجداتنا في أحسن صحة وأحسن حال نحن بارحة خصصنا حلقة كاملة عن المرأة الإماراتية شكرا لك دكتورة إذن يوم الأحد بدأ الطلبة يعودون إلى مدارسهم وبدأت العائلات يعني بعد ما استغلوا الإجازة لإستغلال الأمثل إن شاء الله بدأوا أنهم يرجعون إلى طبيعة الحياة التي تعودنا عليها طوال السنة اليوم ارتعينا أن نطرح موضوع العودة إلى المدارس هناك الكثير من الممارسات الصحية التي يجب أن تتبع في هذا المجال فببتدي الحديث عن العودة للمدارس وكيف نستعد له وما هو المطلوب حقيقة من الأهل والمدرسة لإنجاح هذا العام الدراسي للخروج بصحة الطفل بشكل سليم تحقيق السلوكيات والممارسات الصحية السليمة في هذا المجال العديد من المحاور لكن ما نبدأ فيها كيف نستعد للعودة للمدرسة بمعنى كيف تتمتهيئت الأبناء للعودة إلى المدرسة خاصة وأن دائما لسبوع الأول الدكتورة عايشة يكون يعني أسبوع فيه كسل فيه الواحد يكون يعني مضايج لأن الواحد ينتقل من فترة إجازة متعود ينشع عشر 11 يمكن الله العالم بعد فيه ناس ينشع يرجعون للدوام يعني الواحد يبتدي يوم من الساعة الست الصباح يمكن قبل بعد كيف ممكن نستعد للعودة للمدرسة قبل لننتقل للنصائح والإرشادات أولا نبارك نهني للطلب الأعزاب مناسبة العام الدراسي الجديد أسأل الله العظيم أن يجعله عام خير وبركة وتوفيق جميع الطالبات أولا طبعا يبدأ الاستعداد المعنوي للطلبة يكون عن طريق الوالدين ليبدأ من البيت طبعا أولا تهيئة الطالب نفسيا أنه راجع للدراسة إن شاء الله وراجع يكون للمجهود الذهني والجسدي اللي بيتعرض له في المدرسة فأبسط شيء نبدأ أنه نحاول نعدل أوقات النوم لدى الطفل أو لدى الطالب فأنا أحس لو نبدأها قبل بسبوع أنه يترتب النوم عند الطفل يأخذ ساعات كافية من النوم حيث ما يكون في إرهاق شديد له في الأيام الدراسية القادمة يعني الدكتورة بتنصحي أنه ينام العصر مثلا لأنه هاي المشكلة هاي العصر ما ينام أحسن ولي وقت تنصحين ينشر من رقاض الصبح لما بدي أنا أستعد لأ لما هي الدكتورة تفضلت قبل الأسبوع يستعدوا ففي ناس أورادي بدأوا إحنا في ناس بيبدون لأسبوع العقبة الحين أنا أبا هم يرقدون من وقت مثل ما تفضلتي متى بتنشيشينهم ثاني يوم حتى تعودين هم يعني لازم حتى ما ياخدوا لسا 11 12 الظهر لا هو اعتمادا على دوامات المدارس عندنا تبدأ ثمان فأنتي غصبا عنهم من الشو ساع ساعة يا هلا نتعرف عليك وخبرنا شو مداخلتك الله يخلي وسلمك وياك ولي أمر طالبات عندي في المدارس محمد عليزي يعني ونعم محمد تفضل يا سيدي الله يخلي وسلمك عزيزي الوجبات الغذائية كذا مرة البنات يشتكوا يوم وكم سنة وانا اقول امو علي بابا يمكن اليوم الاكل مبجاهز يمكن المطعم اللي يطلبون منها والمكان اللي يسوون منها في بعض اللي مو الواحد يتقاضى عنها لكن كذا مرة وكم على كم من سنة حين البنات عندي يشتكون من نفس الموضوع ان الاكل غير جاس مثلا لحم بالعجين فيك العجين بعدها عين مطبوقة عدل محمد انت كم طفلة عندك في المدرسة ثلاثة ثلاثة ازين ممتاز واصغر وحدة كم واصغر وحدة صف خامس صف خامس انا بحول هذه المداخلة على الدكتورة وفا بتقول لك شو تسوي بالضبط هذا كان محور من المحاور اللي ما اتطرق لها في الحديد عندك سؤال ثاني بعد محمد ولا والله هذا يزاكر الله خير مشكور شكرا يا محمد طيب هذا محور من المحاور اللي ما اتكلم عنها الدكتورة موضوع التغذية الخاصة بطلبة المدارس بالفضل الدكتورة نحن وقفنا عن موضوع الاستعداد فما نبغي ندخل في موضوع رقاة 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 بس لازم بعد ينششوهم رقاة كلام الدكتورة عايشة صح لأنه هي تطرقت إلى تطبيط الموعد الساعة البيولوجية للطفل وهذا كثير مهم الكلام اللي بيتم دكتورة عايشة صح لازم تنضبط قبل يعني كيف ممكن باختصار دكتورة نضبط النوم ونساعد الاستيقاظ المتأخر ممكن نحد من منه وأيضا ساعات اللعبة الطويلة هذه اللي ممكن نبدأ قبل أسبوع شوي شوي مع الياهل يعني واللي ما بدأ والحين شو نقول لهم خلاص راح حفيا لا لا ما راح حفيا نقول الأفضل أن تبدأ يعني وتصل متأخرة صحيح اليوم اليوم بيرقدونهم من وقت يرقدون من وقت يقول حد ساعة ثمان مثلا في الليل ويقوموا ساعة ستة ستة ونص جميل محمد الزيان تطرق لواحد من المحاور المهمة الدكتورة اللي هي الغذاء الصحي للطلبة ومكونات الوجبة الغذائية كان يطرق إلى الوجبات التي تتواجد في المدارس كان ينتقدها ولكن هناك الكثير من الممارسات التي يجب على أولياء الأمور أن يتبعوها لتحقيق التغذية السليمة لأطفالهم خلينا نمشي في الموضوع يعني حبة حبة شو أهمية الغذاء الصحي بالنسبة لي طلبت المدارسة إذا بدك يعطي الطفل أداء جيد في عام الدراسة تغذيته تأثير مباشر في التخصيل العلمي وهذا مثبت علميا يجب أن يكون متوازن في العناصر الغذائية من الحليب منتجاته الفواكه الخضار اللي هي دايما مظلومة مع الطفل البروتينات اللحوم الأسماك الدجاج يعني الطبق الصحي يطبق للأطفال بصورة صحيحة وهذا معتمد الآن في خطبات يجب على الأهالي إذا بتلاحز الآن السوبر ماركت هاي المحطوطين اللونش بوكس اللي تباع للأطفال يا ريت لما أنا بدي أتطرق أني أنا أشتري أخذ الأشياء اللي هي صحية بمعنى أنه يكون مش بلاستيك بلاستيك تكون فيها المواد المستخدمة ومواد يعني لحفظ الماء بصورة صح لحفظ العصائر بصورة صح طريقة طريقة التسكير للونش بوكس تكون محكمة وما يدخلها الهوى يعني في أشياء لها ستاندرد عالمي ما أستنخص في هاي الأشياء لأنها كتير بتحافظ على كل اللي أنت بتعده بالبيت طريقة إعداد الأكل في البيت الآن يجب أني أنا أتأكد أنه أطفالي ما رح أبعت معهم أشياء ممكن تخرب مثل البيض اللحوم الأشياء اللي تتأثر في الحرارة تتأثر في عملية النقل لأنه أنت بروح من المدرسة للبيت لنفصل لغاية بسنا ساعة عشرة خلينا نقول دكتور عيش صح؟ لغاية ساعة عشرة بيكون عندهم وقت هاي الساعات السلمونيلا ممكن تكثر فيها فيجب أني أنا أكون متأكدة أنه محطوطين بالتلاجة شو اللي يكثر فيها دكتور بكتيريا السلمونيلا اللي هي تسبب لقدر الله اللي خراب الأكل تسمم نعم إحنا ما بدنا ما بدنا أطفالنا حتى لو بدي أعطي أشياء مثل هيك أتأكد أني أنا خطيتها في التلاجة طول الليل وتكون لغاية وقت ساعة عشرة بلشت الحرارة تكون مناسب للتناول طفل الساندويج إضافة إلى أني أنا أتأكد لما بحط اللونش بوكس يا جماعة الأهل هما الأساس أولا وحتكلم علي سيد محمد ودكتور عيش فيك تدخلي معي لأنه أنا متأكد أن أحدثك في المدرسة الصحة المدرسية في أشياء بتعملوها لما أنا بدي أحط اللونش بوكس للطفلي يجبني أنا أشجع طفل أن يكون خيار جزر صغير جاهز بتعرف أنت صعوبة محمود الطفل ودكتور عيش أنهم يأخذوا الأكل لما بدي أقول لك أنا صعب أني أنا أقصها كيف بأكلها طب أنت ما تأصص لكن خلي معاك الأشياء اللي هي بتعرف أني أنا أخلي أجيب الجزر الصغير الأشياء اللي تساعد الطفل وألون قد ما أقدر ألون في اللونش بوكس تبعي كل يوم شيء كل يوم نوع عشان ما يملل الطفل يملل يعني حططله العنب بقلبل هاي أو كرز أو مشمش أو كمثرة أو تفاحة صغيرة ما بيملل الطفل وبيأكل بيقلد هاي بالنسبة للبيت بالنسبة لللي تكلم عليه أشكره جزيل الشكر لأنه تطلق لموضوع كتير مهم يا جماعة إحنا لما عملنا هيئة صحة دبي مع بلدية دبي مع الوزارة وكنا أنا ودكتورنا عشان نتكلم تحت الهوى بهذا الموضوع عملنا دليل الموردين يجب أن يشتكي يا محمود هذا الدليل أنا بتكلم عنه ومناخذ بعد المعلومات كاملة وكيف ممكن الفكرة هي شو هي بالضب وكيف الإمكانية التواصل معاكم من خلال هذا الدليل لكن بطلع فاصل إن شاء الله وما نرجع وما نستكمل الحوار معاكم مع الدكتورة وفا عيش مدير إدارة التغذية السريرية وأيضا الدكتورة عيشة أذيب أخصائية طب المجتمع والصحة العامة بشعبات الصحة المدرسية إن شاء الله الدكتورة عيشة عندي ويد محاور إن شاء الله بنخلص إن شاء الله فافاصل ومرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة صحة وسعادة عندكم عشر دقائق اللي يبغي تواصل معنا وبعدها بوقف لأنما نعطي الموضوع حقه موضوع الصحة المدرسية وكيف نهي أبنائنا إلى العودة إلى المدرسة وضمان صحتهم إن شاء الله على مدار السنة دكتورة عيشة نحن تحدثنا عن موضوع التغذية الخاصة يعني طراحها المسلم محمد زيان وكان يتحدث يعني عن أن هناك بعض الوجبات الغير ناضجة التي تقدم في المدرسة والدكتورة وفا ما شاء الله ما قصرت على مسألة إنه الاهتمام بتغذية الطفل في المنزل لكن أحيانا يعني أمر لابد له كنا كنا في المدارس وكنا ناكل من المقصف في المدرسة وكذا لكن بالفعل أحيانا قد تكون الوجبات غير صحية أو غير سليمة شو تعليقك على هذا الموضوع تفضلي الوجبات غير ناضجة أصدقاء هو صراحة المدارس في دبي هالموضوع بيكون بصراحة بس نحن نقدر نوصيهم نعطيهم وصايا يعني نصايح وأرشادات بخصوص مثلا حقيبة حقيبة الطعام المدرسية يعني هذا الشيء نحن نسوي عندنا في شعبة الصحة المدارس أن نوفر لهم معلومات اللازم اللي يعرفونها وليها الأمور بخصوص الوجبة شو لازم يكون فيها حق الطفل أثناء وجوده في المدرسة أما بخصوص الشركات والموردين وهالسوالف أعتقد دكتورة وفاء إذا عندك تعليق عليهم في أعتقد مبادرة تفضل الدليل اللي احنا عملناه فيه لستة الموردين المقاصف المدرسية في المدارس وفيه مفاتيشين من بلدية دبي هلا بما أنه الأخ محمد عنده المشكلة تكررت المفروض يتوجه فيه إيميل خاص لبلدية دبي بس اسم المدرسة وهما بيروحوا بيشيكون لأنه هما مفروض وبيطلع فيه مخالفة للمورد وممكن ينسحب وينجاب واحد تاني فالخطوة عند السيد محمد أنه هو جميل جدا أنه تواصل معنا لكن يكمل معروفة بخدمة المجتمع بأنه يحكي على ويب سايت بلدية دبي يدخل عليهم ويبعد اسم المدرسة حتى يروح المفاتيشين ويشيكون لأنه لأنه في مخالفات محمود أنا عند اختراح أفضل دكتورة مناخذ الشكر مالة ولي الأمر محمد زياني مع رقم تيلفونه ومنوصل لنحن لبلدية دبي مصوبنا نعم صحيح على أساس أن هذا محمد محمد بس يكون على السمع أنه ممكن يتصلون فيك بلدية دبي بخصوص هذه الشكوة جميل نعم هكذا سرع كمان الآن نتحدث عن الدور الملقى على المدارس من جهة وأولياء الأمور من جهة أخرى لحث أبناهم على ممارسة الأنشطة البدنية لضمان صحة الأطفال تفضل دكتور دور الأهل يتمثل في المدرسة وخارج المدرسة خالي نتكلم حاليا طبعا في جهود من الأولياء الأمور ومن المدارس في أنهم يحثون الطلبة عن نشاط المدني لكن في المقابل عندنا التكنولوجيا التي هي مغطية على كل شيء أنا أقصد طبعا الآيباد والفيديو جيمز وها فمع توفر كل هذه المشغلات والملهيات عن الرياضة البدنية الحقيقية اللي هي قابلة يعني مثلا يعقون كرة يطلعون مرة على سباحة ماشي حين تقريبا هالرياضات يعني خفت وطغت عليها مثل ما قلت لك الآيباد وهالسوالف فنحنا كأهالي في البيت نقدر نخصص مدة ومعينة لأن الأشياء البصرية هاي مثل ما قلت لك الفيديو جيمز هاي تأثر غير أن تأثر على النظرة تأثر على قد تؤثر على الجلسة الصحيحة للطفل قد يعاني من آلام في الرقبة يعاني من آلام في الظهر نخصص له وقت معين مثل ساعة أو ساعتين بالكثير في اليوم مثلا عقب يطلع برا يلعب كهرا يتمشى يسير سباحة أما في المدرسة أتوقع عندهم كلاس مثل ما يقولون فهم عندهم أردي حصص ألعاب رياضية نقدر نحطط الطالب أنه مثلا يحضر هذه الحصص وكل ما حضر الحصص أكثر مثلا نعين لجوائز عينية يعني يكونها من طريق التحفيز يعني من طريق المدرسة إحنا من دورنا كهيئة عملنا شي دكتور مبعف إذا حدتك عارف فيه مع وزات الصحة وزات التربية التعليم أنه ممنوع إلغاء حصة التربية رياضية مقابل أي حصة أخرى هاي واحد اثنين زيادة عدد الحصص إلى حصتين في الأسبوع وهذا الحصص وهذا تم تفعيله فعلا وهذا شيء مجهود جيد أهم شيء حث الأهالي على الأطفال دكتورة عايشة أنه التزم أنك تلعب الرياضة حببوهم فيها عارف يستغلوها عشان يعدوا في الكلاس ما يلعبوا طيب هذا يقودني تكلمت على بعض وضعية وحدة على فترة طويلة لكن أيضا هناك بعض المشاكل التي قد يعاني منها من خلال وزن الحقيبة المدرسية خلينا نتكلم عن هذه النقطة دكتورة حسب الدراسات يقول لك عالميا لازم وزن الحقيبة المدرسية لا يتجاوز 10% من وزن الطفل الطالب في حال أنه إذا تجاوز 15% قد يسبب تشوهات في العمود الفقري يعني مثلا لا يستطيع رجل السعادة اللي ما يقدر يمشي عدل فيسبب له إعاقة مثل شبه مزمنة فيتعالج منها مثلا شو أفضل شي أو أفضل الممارسات اللي ممكن نحن نتبعها لأخذ الحقيبة السليمة للطفل شو ممكن نأخذ أنا من رأي حقيبة سليمة ما تنشل على الظهر العربة أحس وهذه أحسن من يعني أنا ممكن مع أنه أنا أخلي الكتب في المدرسة في لوكر أو في البيت يعني بس هو بيستخدمها بالنرسة أكتر حسب الجدول ويستخدمها لأنه فعلا مع الدكتورة أنه جر بس المشكلة في بعض المدارس بترفض أنك تجري بلأ ويعاقب الطفل أنت بتعرف الكلام بقول لك أنت تخرب البلاط طب يعني أنت حيرتونا مع الطفل هذا بيتأثر وأنا بتهير الأهل الماء لازم يسكتوه يعني أنا أنصحهم الطفل اللي الطفل بيجوا عنده بيقول له لازم يشكوا لهيئة المعرفة وبتأخذ الإجراءات أو لوزاة التربية والتعليم لأنه مش من حقهم صراحة فحتى لو يعني نخلي الشيانطة مثل ما قلت لك تكون أقل من عشرة بالمئة من وزن يعني ما نزيد عليه يعني كان سبعة كيلو دكتورة تمام كيلو يعني هائدة ضخمة عليها من دكتورة نحن سير لفينا حطينا الكتب على رأسنا ومشي مشي للمدرسة لا باص ولا شي يعني كانت الأجسام أحسن والحركة بركة يعني فعلا طيب هذه وحدة من المشاكل اللي ممكن قد نتكلم عنها على مسألة تأثير وزن الحقيبة على يعني حدوث الشوهات في الكتف أو في العمود الفقري بالنسبة للأطفال الآن ننتقل على مساءل أخرى مهمة جدا اللي هي بعض المشاكل الصحية التي تنتشر ما بين طلبة المدارس منها على سبيل المثال تسوس الأسنان أيضا السمنة دكتورة وفا واحد من المواضيع اللي ما يضطرق لها لكن شو هي أكثر الأمراض اللي ممكن أولياء الأمور يجب أن ينتبهوا لها بالنسبة لأطفالهم حقيقة في أطفال المدارس معظم مثل معقلة الأشياء الشائعة بتكون في مشاكل الأسنان ومشاكل النظر بس نحن في هيئة صحة التباية قسم شعبة المدارس نحاول نتخطى هذه المشاكل عن طريق الفحوصات الدورية اللي يسوونها حق الطلبة مثلا حق النظر في فحوصات يسوونها حق النظر فهني يطلع لك الحالات الطالب اللي يعاني مثلا من ضعف النظر ولا شيء ونحاول مثلا نبلغ أولياء الأمور بها المشكلة على الأساس إذا بيعاجون أمكان ولا شيء ثم في تساوس الأسنان كذلك نفس الطريقة في عنا برامج سكريننج يسمون فحص للطلبة يعني يشوفوا اللي عندها تساوس شيء يعطونا العلاجات المناسبة المناسبة لها وإذا محتاج تكملا نحاول مثلا على العيادات جميل دكتورة وفا قبل يعني طرق لموضوع السمنة عند الأطفال بس بقرأ بعض الرسائل اللي صدقت أخي محمود عندما ذكرت أن التفال والإيجابية معدي والإهمال والتقصير في عمل بعض الدوار الحكومية أيضا معدية لأن تغطر الإحساس بالتفال والإيجابية بين الناس أليس كذلك كل عام دراسي والجميع في الصحة وسعادة طبعا نحن نقول دائما التفال والإيجابية هي من باعها الشخص نفسه صح هو اللي ينشرها سواء يبغي يفكر بشكل إيجابي حتى لو الجو حواليك سيء أنت اللي ممكن تغيره بالضبط ونحن نؤمن أن التغيير يبدأ من الشخص نفسه أيضا الأطعمة التي تعطى في المدارس الطالبة غير صحية وهذه قضية تم طرحها من عدة سنوات ولم أسمع سوى وعود والوضع لا زال كما هو وليس أحيانا كما ذكرت أخي محمود أنا على هالنقطة بالذات بأكد لك أنه لا هلا ما بتكلم خلينا نتكلم على مثلا مبادرتنا مع هيئة المعرفة يعني قبل ما نخلص العام الدراسي كل طرحين المسابقة ما بتتخيل محمود المدارس اللي عامله مزارع بالمدرسة وبيطلعوا الصلاة من المدرسة وبيزرعوا الاخيار والطماطم والخاس ويسوون صلاة للأطفال وتحفيظهم على هم أنهم يزرعون وهدول اللي فازوا منها يعني كذا مدرسة هاي بالنسبة لها منحكي على الخاصة الحكومية زي ما تفضل دكتورة عايشة عم نروح على المدارسة الحكومية عم نوعي الأهالي عم نعمل المجالسة للأمهات للمدرسين للطلاب في مسابقة الإفطار اليومي الإفطار الصحي لمدرسة كل سنة احنا بنعملها وما شاء الله تفوق في إعداد الوجبات الإفطار من طلاب المدرسة من أول ابتداء إلى الثانوية العامة في عندنا مجهوداتها كتير حلوة وأنا ممكن أورجيها وإثبات عليها لكن لكن المخالفات أكيد موجودة الأساس إنكم تشتكوا للجهة اللي لازم يا أم عبر إذاعتك الكريمة وبرنامجك صحة وصعادة أنت موجود محمود وإحنا أنت هيك اليوم هتاخد تليفون السيد محمد وتشتك تنقل شكوى مباشرة البلدية حتى يروحوا يخلف المدرسة هاي أو المورد لأنه في مخالفات عملت فعلا وتطبق والبلدية مش هم أسرة ولكن إذا أنت المدرسة ماشتكت والأهالي ماشتكوا وأنا كيف بدي أعرف عدد المدرسة 80 مدرسة بس بدبي لحالها صحي البلدية ممقصرة ممقصرة أكيد على طاري المخالفات كان مصدقين أحد الشخصيات في في الستوديو عندنا في التلفزيون زيد فدخل إذا الله خير خلص المقابلة وهو طالع شاف في يمعة هناك بعيد قال شو فيه هناك قال والله في مثل كانتين صغير في مبنى التلفزيون فراح شاف هذا كانتين مخالف قام خالف وصكروه على طول هم هم قصرين إذاهم الله خير لأنه بالآخر مصدحة صحيح بالآخر بالآخر صحيح السمنة عند الأطفال دكتورة موضوع شائق طويل يحتاج يعني الحديث فيه بشكل كبير نعم صحيح صحيح بس خلينا بشكل سريع نوعي بهذه البصالة هلأ عندك للأسف الشديد مش بس السمنة دكتورة عايشة هتشوفي أنت عم نلاحظ الآن السكري والأناروكسيا النحافة الشديدة لدى الأطفال هلأ صار عندك النحافة هاي كمان صارت بعد مشكلة لو تعرف من عمر كم سبع سنين البنت مراد يتاكل الأكل أنا خايفة على جسمها من عمر سبع سنين بلشت وهذا هذا شيء أنا خافة وكلام والله العظيم يقولوا لي نتقدم البرنامج برا لا صراحة يعني أنا يا جماعة النحافة بتخوف أكتر بكتير يعني السمنة لها مخاطر والنحافة الشديدة لها مخاطر أكبر يعني تداركها يجب أنه سبع سنوات خايف آه والله سبع سنوات محمود يعني يجتنا على العياد وأنا أطلع أنا مصدومة من الأم يعني كيف سمحتي للطفلة كل هذا المخ يعني يعني بتقول لك صحباتها والجروب عاملين how to keep slim شو هاد يعني تطلع يعني صراحة شيء خوف فيعني وعلاجهم حضرتك عارفة دكتورة يعني كتير صعب أنك تزيد الوزن لما بدخل فمالحة مرضية أنا أتكلم الآن السمنة الحمد لله مجهودات هيئة صحب دبي مجهودات الحكومة يعني حكومتنا الرشيدة كحكومة في فرنامج وطني نحن مشتغلين فريق السماوي عنا المشترك فيه كل الجهات الحكومية للتفعيل النشاط البدني النشاط الرياضي الأكل الصحي ما شاء الله هيئتنا كمان مبادرات اللي عم تطلع حدث ولا حرج لتفعيل إن شاء الله بإذن الله بإذن الله حنقدر نعمل شيء بالنسبة لشيء لكن عبر إذاعتك الكريمة وبرنامج صحة وسعادة بقول الأهل أساس يا جماعة إيد وحدة لا تصفق إذا أنتم مش معنا يعني إحنا ما نصلح من نوعي من نخبر لكن أنتم لجب دعمكم أنه البيت يكون يعني مثلا إيه ما مثلا بالمدرسة نحط أكل صحي نروح بالبيت يكون في الأشياء اللي هي المغرية اللي بتزيد السعرات الحررية بدون بدون سعر داعي وما لو يعكلونك للبيت يعني حتى له هذا بعد زين إيه طبعا طبعا الشبس والتكاول الأشياء اللي تعطي سعرات حررية دون فائدة صحية بتعدوا عنها ما لا معنى واللي في الدكان هذا اللي كله شاسمه ملونات وموات حافظة وأصباغ وهذا كله كله للأسف يعني إذا بنا نتكلم بهالموضوع وما يرفع لي ضغطي غير الببسي دكتورة هالي يومية ونصف دايت أنا ما أبغي أقول بعد هالا المشروبات الغازية هين بشكل عام نزيل دكتورة في شغلة خاصة بالتطعيمات نتحدث عن التطعيمات التي يجب أن يحصل عليها الطفل قبل دخول المدرسة وفي مختلف المراحل العمرية شو أهم التطعيمات اللي يجب أن يأخذها الأطفال وأيضا وين ممكن يحصلون المتواجدين في إمارة دوئي هو بخصوص التطعيمات طبعا في جدل التطعيمات اللي هو معتمد من هيئة صاحة الدبي موجود هو أونلاين إن شاء الله يبدأ من شهرين من عمر الطفل إلى أن يصل لمرحلة المدرسة والهيئة التابع بأولياء الأول بأول للتطعيمات هذه لأنه لازم نعرف نشوف البوكلت يسمونه ما التطعيمات على أساس أن نعرف تطعيمات إذا هي كاملة ولا لا على أساس هذه التطعيمات الموجودة في الدفتر عند الطالب نحن نقرر إذا هو محتاج تكمله للتطعيمات اللي خذها قبل أو أنه نبداله من أول يديد يسمونه الدفولتا فخلال سنين المدرسة نحن الثلاثة تطعيمات اللي نطرحها اللي هي OPV شلل الأطفال والTD والMMR صحيح تي دي شو يعني؟ بقى حم بقي تي دي اللي هي الدفتيري والتتانوس أوكي الMMR اللي هي الحصبة زي فهو طبعا مثل ما قلت له بيكون بادي تطعيماته والردي فهي الشلل الأطفال على عمر الخمس إلى ستة سنين بيكون يعطاه في المدرسة وكذلك تي دي نفس الشيء وأمام آرب بعد نفس الشيء بس أنه تي دي يعطونه الجرعة اللي هي البوستر الثاني على عمر الخمسة عشر إلى ستة عشر سنة صحيح صحيح طيب دكتورة طبعا يا جماعة الخيطرة لا تسربوا اللي عايش دكتورة دايما في عنده مختصارات MCC DM يعني هاي شغلات كلها يعني كمان حتى الأهالي هلأ بلاشوا يتعودوا عليها لأنه لما بتاخد الكتب طبع التطعيمات محطوطة مختصرة بالعربي وبالإنجليزي بس أنت صعب منك تقول تايفون فهي مختصرة عشان تصير أسهل لهم لا والله حتى السوال فيها ويا الدكتورة صاهرة مختصرة أصلا يعني الواحد يختصر كل شيء معها وين ساير ساير MCC عموما مقل ودل يعني دكتورة يعني إذا الأطفال هذين ما أخذوا التطعيمات أو في طفل يعني الأهل ما أهتموا وايد يعطون التطعيم أنتم في الصحة المدرسية شو تسوون يعتمد إذا هو ما أخذ من قبل وأحين بيأخذ أشياء زيادة نحن نقدر نصرف نكمل عليه أما إذا ما أخذ مولي مول يعني هذا نحن نقترح عليهم أن يسيرون لأجرب مركز صحي لبيتهم ويشوفون كيف يعني يبدون من الصفر عندهم جميل يعني أنا تقريبا الوقت أزف عندي لكن قبل لا أختم دائما متعود أني أترك مجال لضيوفي في كلمة أخيرة نصيحة عامة تحبون توجهونها لأولياء الأمور للطلبة لا أدري موضوع مفتوح جدامكم كلمة عامة تحبون توجهونها نبتد من عند منه فضل الدكتورة عايشة بس بخصوص التغذية السليمة للأطفال كنت أناقش الدكتورة وفاة أن أساس التغذية السليمة يبدأ من الأشهر الأولى من ولادة الطفل من الرضاعة الطبيعية ومن الممارسات اللي في البيت وثانيا الوالدين هم أكبر مثل ما يقولون القدوة يعني كل ما تصرفوا بالشكل الصحي يأخذ الطفل هذه الإيجابيات يقلد يعني فالأفضل أنهم يسوون هالشيوية على أساس أن يأخذوا بمدخل المدرسة ما يتعون وثانيا مخصوص مقاصب المدرسية بس يمكن تشتلوني أنا من رأي أن الطلباء يأخذوا من الأكل مالهم حسب الأشياء اللي نحن من البيت ما يحتاج أتردت فعلك هالمبلغ وضح حصل لك كروسون في ككاو فما البيت تسوي لك يسوي وياك طيب نحن على أساس أن هذه القضية يبالها يبعد تناقش فيها أتذكر أنا طرحت أصلا سابقا دكتورة كان في عنا ممثل من بلدية نورة الله يحفظها في البرنامج وتكلمني عن هذا الموضوع لكن ما يمنع أننا نفتح الموضوع مرتين تفضلي دكتورة كلمة خير وتحب أن توجهينا أنا بالنسبة أضم صوتي لصوت دكتورة عايشة وبقول أنه الأهل الأساس أنه دائما أعود طفلي على الأكل صحيب أني أنا أخذه يروح معي سوبر ماركت يجيب الترولي ويشتري الأكل هو ويعد معي الساندويش قبل بليوم ويلفوا معي لأن هذا بحفظه أنه يأكلوا هذا أول شيء تاني شغلي دائما أنا أخاول طريقة الطبخة تكون صحية تماما بالبيت وزي ما تفضل دكتورة عايشة بضم صوتي أيضا لصوتها أنه الطفل مقلد أنا الأساس الأهل الأساس والمدرسة مكمل مش المدرسة الأساس والأهل مكمل رياضة وأكل متوازن دكتورة وفا عايشة مدير ردارة التغذية العلاجية فهي تصحب دبينا حشاكرية لتشعر التواجد معنا وأيضا كل الشكر للدكتورة عايشة أحمد الديب خصائية طب المجتمع الصحة العامة بشعبة الصحة المدرسية في هيئة الصحة في دبي على وجودك معنا ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ونقول لجميع المستمعين وأولياء الأمور كل عام وأنتم بخير بمناسبة العودة إلى المدرسة ونذكر يا جماعة الخير هي ممارسات يجب أن نتبعها في البيت قبل المدرسة سلوكيات يجب أن نعززها في أبنائنا الطلبة قبل المدرسة المدرسة مثل ما ذكرت الدكتورة وفا هي مكمل وليست الأساس الأساس في البيت فالأساس أن نضمن حياة صحية لأبنائنا أعتقد يجب أن نبدأ بأنفسنا حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع حلقة جديدة والمزيد من المواضيع الصحية والطبية باتر الثلاثة عندي موضوع وايد جميل ممكن أطرحها في البرنامج بخبركم إياه إن شاء الله باتر فابقوا على السمع وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد قبل وتحياتي محدثكم محمود يوسف وكل الشكر لمخرجتنا لمبدأ عميثة بن أبيات وأيضا الشكر لزميلنا في صار بن فارس اللي كان معانا في التنسيق إلى اللقاء